فيه كذا حاجة حاجة باتكلم فيها بصراحة انا اتكلم على الفنيات النهاردة قاعدة طويلة كبيرة عن الفنيات بس اعايز اتكلم على كام حاجة كده اولهم اولهم مارس الكولر بص بقى نقول تستنى اليوم من النهاردة اخلص واطلع النفسي في القصة دي والحكاية بالنسبة لي مش حكاية مارس الكولر حكاية اي مدير فني يدرب فريق يدرب منتخب نهاردة مارس الكولر خد البطولة العشرة في عامين مع النادي الاهدي في عامين خد عشر بطولات مفيش مدرب في العالم عمل كده بمختلف بقى التنافس يعني في اوروبا في امريكا اللاتينية في افراكيا في اسيا مفيش مدرب في سنتين يقدر بفريق ياخد عشر بطولات واكتساح كامل لكل البطولات المحلية كامل الراجل ده ما وقاش منه غير سوبر افريكي وسوبر افريكي واحد قدام اتحاد العاصمة واحد قدام الزمالك وباقي البطولات طولا وعرضا يفوز مارس الكولر طب ليه بتبدأ بمارس الكولر يا كريم عشان انا الفكرة دي دايما مجنناني يا جماعة مفيش مدرب في العالم بياخد مية في المية من البطولات اللي بيشارك فيها مفيش مدرب في العالم بيقدي كل المبريات بشكل ممتاز مفيش مدرب في العالم استنوا سيبكم اللقطات دي وخليك معايا لحظة مفيش مدرب في العالم قادر انه يحافظ على هذا النصق الرائع المميز طول الوقت إلا مارس الكولر وانا عند رأيي ما بغيروش هذا المدرب هو اعظم مدرب اجنبي دخل مصر في كل الظروف يعمل هادي زكي وفي نفس الوقت قوش شخصية جدا جدا الراجل عشان خسر مباراة الزمالك في السوبر الافريكي المباراة اي نعم ببطولة وعشان الامور البدنية بسبب لعبة المنتخب اللي كانت راجع واقعدهم على الدكة فما قدمش مباراة كبيرة قدام سيراميكا كليوباترا مبارتين يعني ما قدمهمش بشكل كويس في بداية الموسم تلو بصيت على منشستر سيتي دايما في بداية الموسم ما بقاش بيعمل مباراة كبيرة ريال مدين نفسها يعني عادي يعني في بداية الموسم ما تقس الفرق أبدا قال لك ايه بقى بص الجمل يا سلام على الجمل بقى الحلوة اللي تقالت على مرس الكولور قال لك فلس هي جمل مكررة يعني فلس بقى مغرور بقى ظالم ما عندوش ابتكار شبع بطولات كل ده اتقال على الراجل عشان مبارتين بس مبارتين يا جماعة ده مدرب واخد عشر بطولات في سنتين نهاردة بالمناسبة بيعادل منو الجوزيه كأكتر مدرب حق السوبر المصري أربع مرات غير أرقام كياسية بالجملة عملها في سنتين بالمناسبة كان وارد لقى لي يخسر النهاردة بضربات الترجيح ضربات حظ كان فيه ناس هتطلع تقول أنا مش منهم أكيد مش منهم وأنا عادة لقاها في نفسي من حيات كتاب تحصل بس أنا ما عملتش كده ما طلعش أقول المدرب ده فاشل عشان خسر مباراة بضربات ترجيح ولو الأهلي كان يفكر زي ما بعض الناس قالت أنه يبص على سفيهات مدربين آخرين عشان لو خسر مرس الكرة مباراة الزمالك يمشي كان يبقى خطأ جسيم من النادي الأهلي خطأ تاريخي من ندارة النادي الأهلي لو كانوا يفكروا في كده وأعتقدهم مفكرواش كده ظلم يعني بيب جورديولا ما بياخدش كل البطلات كله أنشلوتتي ما بياخدش كل البطلات أصدريها هتقول ليه معاصلة إمكانيات الأقل يتأهلوا أن ياخد كل البطلات وإمكانيات ريال مدريد تأهلوا أن ياخد كل البطلات وإمكانيات منشستر سيتي تأهلوا أن ياخد كل البطلات مع فارق طبعا التنافس إزاي كده دي حكاية دي حكاية مرسل كولر